أعزائنا طلبات وطالبات المراحل التعليمية المختلفة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية مجموعة من الحلقات التلفزيونية والإزاعية عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الشباب والرياضة مجموعة من الخبراء والمتخصصين والمدرسين في المراحل التعليمية تحديداً للشهادة السانوية من خلال منصة وزارة الشباب والرياضة طبعاً ده من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة وزارة التربية والتعليم ووزارة الأوقاف مرحلة صعبة مهمة بتكتزها مصر الحبيبة من خلال تعاون كافة الجهات نتمنى بإذن الله كل الخير وكل الصحة وكل السعادة والنجاح لكل الشباب المصري ودايماً وأبداً تحية مصر أهلاً بكم أعزائي طالبات وطالبات السانوية العامة في حلقة جديدة ومتواصلة مع الجزء الثاني من امتحان جمهورية مصر العربية ديميل ديزنوف 2019 معاكم مسيو الشريم فريد كبير معلمين لغة فرنسية بوزارة التربية والتعليم والجزء الثاني إحنا عارثينه أيها نخش في الموضوع على طول اللي هو لستوياسون المواقف بس برضو بركز تاني بركز تاني أنا عندي كتر مودال ديجزامة أربع نمازج امتحانات فممكن جداً يبقى النموذج الثاني مختلف عن نموذج الأولاني ألف مختلف عن به عن جيم عن دال لكن احنا شغالين نموذج ألف اللي هو في الجملة رقم 14 بنبدأ من 14 زي ما انتو شايفين كده معايا وتعالوا نبص مع بعض الجملة بيقول لي اختاري الإجابة الصحيحة اختار 9 فقط وطبعاً الراجل جايب لي عشر جمل يبقى في واحدة كده عندي لقدر الله لو غلطة هتعدي معايا دو كاتورز أفانتروا من 14 لتلاتة وعشرين نميرو كاتورز 14 بيقول لي طبعاً المفروض أن أنا زي ما قلت قبل كده يعني بعمل كو داي كده سريع على الجمل كلها لكن تعالك على طول نخش في الموضوع فوفوزان فورمي قلنا قبل كده الامتحان موجه ليك عن طريق الضمير فو بيكلمك انت طيب فوفوزان فورمي تعال بقى كده نبص مع بعض عشوية حاجات كده سبوتات هنعملها مع بعض فوفوزان فورمي ايه الفرق ما بين فوفو ان فورمي ويه فوفو ان فورمي هنقول هنا بالزد وهنا بالزد طيب يا ميسيو ايه الفرق فو الأولانية فاعل طب ما فو التانية فاعل هنا الفرب متصرف مع فو ايه ده يا ميسيو قال لي آه ده فعل زو ضميرين فاعل زو ضميرين اللي فوق معناها ايوه تخبر واللي تحت تستعلم والحاجات دي محتاجة ان انا اركز في الامتحان لان تخبر معناها ان انا بقول فراز عبارة عن ريبونس اجابة مش كستيون نشوف مع بعض فوفو زينفورمي سور لبري اه انت بتستعلم خلص تستعلم عن ايه لبري دولاشميز بري يعني السعر وليها معنى تاني بمعنى جايزة هنا معناها السعر دولاشميز بتاع القميس فو ديت هتقول ايه اه خلص انا محتاج كستيون مديني تروها كستيون سي كال تاي كلمة تاي يعني مقاس بالزبط وكلمة في مينافة حط قبلها كال دوبل قال لأ سي كومبيان بكم هذا طب نتأكد كده سي كال كولور ايه هو اللون طبعا اللي جابها هتبقى رقم ب اللي هي سي كومبيان الجملة اللي بعدها بيقول لي فوترامي فو دوموند خلي بالك من التركيبة دي فوترامي فو دوموند هعلق على حتة جرامير بسرعة كده فوترامي يا ميسيو هي كلمة فوترامي وجايب لي بعد كده بيقول لي فو وحط نقط تعالى نقلب السؤال لجرامير وعندي دوموند اخر ا دوموند اخر از و دوموند اخر ا انت مين الصح؟ في ناس تقول لك آه طالما فو قبل النقط اخد اللي منتهي باز اقول لك غلط ليه؟ هتقول لي ده الفاعل الفاعل بتاع الجملة اقول لك لا مش ده الفاعل احنا منحل مواقف بس مش عايز يردحك عليك عشان نركز مع بعض فو مش فاعل ليه؟ لأن قبلها فاعل امال ده ايه؟ آه ده فوتر امين اللي هو الضمير ايل يعني في الحالة دي معناها ايه؟ ان الفرب اللي هحطه هنا متصرف مع مين؟ مع ال ايل مش مع الفو عشان كذا ما انت شفت كده في الجملة فوتر امين فو دوموند بيسألك صديقة بيسألك اه نشتري متفقين مع بعض كل حاجة طالعة من الوحدات اللي عندك مش هجيب حاجة من بر او ام بو طبعا او دي على طول بركز معاها او يعني بسأل على ليو مكان او اون بو اشتري دولا فياند نشتري اللحمة من فين؟ فو ديت انت حتقول برضو اجابة مديني تلات اماكن ايه بواصنري ايه بواصنري جايه من كلمة سمك ايبه ده معناها ايه؟ اه محل السمك ولا المخبز ولا اللي هو بالزبط محل اللحوم تبقى هي دي ايه الاجابة بوشري الجملة اللي بعدها عشان اسافر بالقطر بور بريبوزيسيون حرف جار بيجوارا الفرب الانفينتيف في المصدر مخسرناش حاجة لما نقول الكلام ده بنرجع مع بعض حط الان لزق في كلمة تران حط الان لزق في تران ليه؟ ما فيش فاصل ما بينهم يبقى لان بيجوارا الوسيلة مباشرة للسفر بالقطر يبقى عايز المكان يبقى عايز المكان اللي هو المطار جار المحطة ولا جي في أوبار المينة طبعا الإجابة على جار المحطة الجملة رقم دي سات سبعتاشر كونفوزا في فان لما بتكون جعان هعمل ربط علاقة ما بين أفوار فان اللي هو يشعر بالجوع ما بحبش أقول جعان لأنني قلت أنا جعان يبقى إحنا جعانين يبقى هجمع لا بعد المصطلح ده الكلمة بتجيلي مفرط زي ما هي فان خلاص فوزا في فان جعان فوديت حتقول إيه جو في سورتير ذرب فولوار بيجورا ذرب الانفينيتيف جو في سورتير عايز أخرج جو في بوار عايز أشرب ولا جو في منجي عايز آكل طبعا عايز آكل حتقولي الحاجات دي مذكورة في الوحدة الرابعة وتلغط حاجات دي طالعة من سنة تانية وعملية ربط علاقات كلمات ببعض طيب نيميرودي زويت رقم 18 بيقولي أنا مي فو دوماند سو كيل فو اللي يجب أو يلزم بور فار دي تنس هنا يجب ولا يلزم يلزم ليه لأننا حقول يلزم وهجب نسمى شيء لكن الفو بتيجي بمعنى يجب أن لم يي وراها ذرب الانفينيتيف في المصدر فهنا سو كيل فو اللي يلزم بور فار لممارسة دي تنس التنس فوديت حتقول نشوف بقى الحاجات اللي جاية مضربين وكورة أنا كورة دي صغيرة مالها في ميناء طب والكورة الكبيرة بالان اللي بتجيلي في مصطلح بالاندار الكورة الزهبية مالها مذكر مظبوط بنكلم في كل حاجة اللي هو مايو الاستحمام ولا بسكت هنا مش السلة بسكت هنا بالضبط كده الأحزية الرياضية طبعا أنا محتاج إيه عشان أمارس التنس اللي هي يعني مضربين وكورة صغيرة طيب طبعا الناس اللي مش عندها امتحان 2019 كل امتحانات هتخش على موقع الوزارة موقع الوزارة الرسمي وحتلاقي في ايقونات مكتوب عليها نمازج امتحانات سواء العام هتخش وتلاقي جايب لك من أول 2017 دور أول دور تاني فونات با اون فورم انت مش في الفورم مش في الفورم الناس الطلبة تقول لك يعني ايه في الفورم يعني فيت نص ده مش في الفورم تخليها مش في المود فوديت حتقول جسوي en bonne santé انا اكون في صحة جيدة ولا جفي بيان انا كويس ولا جسوي فاتيجي انا تعبان طيب تعالوا نعمل علاقة كده ما بين او بي جسوي انا في صحة جيدة اللي بعدها جفي بيان انا كويس ما اللي اتنين نفس او نفس المعنى يبقى فاضل ايه جسوي فاتيجي يعني انا تعبان أنت ممكن يجيب لي كلمة تانية؟ آه يجيب لي كلمة اسمها إبويزي إبويزي يعني منهك درجة أعلى من كلمة فاتيجي شوي إبويزي يعني منهك طيب يبقى الإجابة بتاعتي جسوي فاتيجي نميرو 20 عشرين بتكره يعني أكن بيعبر عن جملة منفية انت ما بتحبش الأغذية السكرية هتقول هتقول إيه؟ بقرة فطالب يروح واخد المعلومة على تقولك آه ديتست وشبهة ديتست يبقى خلاص لأ كمل الفراز طب إيه علاقة ده باللي فوق مش هي جادور سال ملح وسكري جاي من كلمة السكر اللي هو السكر جادور منجي دي جاتو بعشاء أكل دي جاتو طب آخر واحدة ما بحبش ما بحبش جاي زي جودتست اللي فوق أو فودتستي يبقى هي دي الإجابة نصحتي لكل الطلبة على مستوى جمهورية مصر كلها وانت بتحل أرجوك قبل ما تختاره تبقى هي إجابتك اقرى الإجابات كلها اقرى وركز فيه رأس السؤال الفراز اللي قدامك قبل ما ترجع أو قبل ما تختار على طول الجملة اللي بعدها طبعا الإجابة هتبقى دي سار يعني حلويات أو الحلوة نميلو فانت قام بيقول لي نفس القصة اللي عمناها من شوية بيسألك السؤال موجه ليك ce que vous avez اللي عندك دي جملة برضو متعلقة دي الوحدة الرابعة اللي هي زي ما نقول كده تلاقيت بقتش عندنا لكن طلع من سنة تانية اللي عندك إيه اللي حنحلها برضو vous dit حتقول لو لاحظنا بقى دلوقتي كده يعني حتى في الجملة دي قبل ما حلها الجملة اللي تحتها بطلنا بقى نجيب بطلنا نجيب كيستيون وي دفرة ودو ريبونس يعني سؤال وإجابتين سؤالين وإجابة بدأ يعمل إيه يوحد يا أسئلة يا إجابة أعتقد دي أفضل بالنسبة لك عشان اللغبات فهنا بيسألك ce que vous avez عندك إيه مش معاك إيه عندك إيه حسب الموقف vous dit حتقول جيمال أودو جيمال أودو واخدنا من سنة تانية اللي هي عندي تعفي أودو الظهر جيفيدو لودوفوار بعمل الواجب أو جيفيد عملت الواجب بسي كومبوزي مش صح جي ينبال تروس معايا مقلمة أو عندي مقلمة طبعا هي الإجابة الأونية لأن عندي لوميتسان يبقى بيقول لي عندك إيه ولا بتشعر بإيه خليها بقى باللفز كيه بتشعر بإيه يبقى هي الإجابة الأونية جيمال أودو طي نميلو 22 الجملة رقم 22 بيقول لي vous de monde à un tourist vous de monde انت بتسأل سائح بتوجه السؤال لسائح son avi عن إيه son avi رأيه نبص الحتة دي كده عندي كلمة avi كلكم طبعا عمين ترددوا معايا كلمة avi يعني رأي وكلمة opinion يعني رأي وكلمة opinion الاثنين رأي الاثنين أنا بكلمك هقول لك إيه طان ليه يا ميسيو هل عشان الاثنين مذكر قال لي لأ عشان الاثنين بدقين بفوايال وطالما فوايال يبقى الطان والمان والصان بتتحط قدام الاثنين المسكولا والفميناء لكن أنا عايز أعرف عشان لو جاب لي نقط في الامتحان وقال لي اختار كلمة كل أو كلمة كل اللي هي للمسكولا والفميناء أي أختار إيه قال لي كلمة avi بتاخد a وكلمة opinion بتاخد un يبقى كلمة avi تاخد كل وكلمة opinion مؤنس بتاخد كل دوبلا قال له e لكن اللي اتنين بيتحطوا لهم صفة الملكية اللي هي بتاعة المذكر عشان الاثنين بدقين بفوايال بمتحرك فهنا بيقول لي يعني تسأله عن رأيه في البلد بتاعتك حتقول حتقول إيه بسأل يبقى كلمات السنة اللي فاتت الأصل يعني بتكلم على أصله انت جاي منين ولا من أنت من أي دولة انت جاي من أي دولة يبقى اللي فو بيكلم عن الأصل واللي تحت بيتكلم على هو جاي من أي دولة على طول بروز المصطلح ده بسأل واحد عن الرأي بتاعه اللي هو لما بيجي يرد ويقول لك جوتروف أجد أمون أفي في رأيي أمون أوبينيون في رأيي دابري موا سولون موا كل ده للتعبير عن الأوبينيون أو الأفي أو اللي هي وجهة النظر طبعا هي دي الإجابة نميرو سي آخر جملة في الجزء ده يعني أنت بترفض ممكن يجبلي بطريقة تانية بتعتذر عن الدعوة دعوة على العشاء هتقول إيه ما تصرعش يعني كلمة دكار معناها موافق مش هكمل الجملة بكل سرور لا لا آخر حاجة ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يعني مش بشكر دعوة يبقى بوافق الموافقة زي الرفض بالزبط بشكر في الأول إيه اللي بعد كده نصيحتي كمل الفراز جيفيان دومونجيه لسه واكل بيتكلم على حدث لسه خلصان زمن الباسي ريسون اللي بيكوم من فنير ودو والمصدر دي مواقف جمهورية مصر العربية 2019 سهلة جدا 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 محتاجة تركيزك شكرا لحسن المشاهدة وحنكمل في الجزء الثالث إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لحسن المشاهدة